يتسابق مع الوقت لينصب شراكه وأفخاخه صباحا ثم يراقبها علها تلتقط طيرا مهاجرا أتى من بلد بعيد أو طيرا محليا انتقل من منطقة إلى أخرى اشقه للطيور منذ طفولته دفعه لمراقبتها حتى تعرف على أنواعها ومع مرور الوقت بدأ برصد تحركاتها وبعد عشرين عاما صار أول محجل للطيور في البحرين اثنين كثيرة طبعا طيورتين وتروح ما عرفنا وين توصل أو وين توصل اليوم بفضل الحجب والدراسة اللي حصلت عليه في بريطانيا لمدة خمس سنوات في علم الطير والتحجيل كوننا ما يقارب 170 نوع حجلنا وحصلنا على تغارير ما يقارب الـ 12 أو 13 تغرير وصل إلى أندونيسيا الهند المالديف باكستان روسيا المملكة العربية السعودية كم كبير سنويا من طيور المهاجراتي بفضل الله حجلنا إلى الآن 170 وإن شاء الله الجيل بندرب جيل جديد في هذه الهواية للتحجيل ومعرفة الطير وإن شاء الله مملكة البحرين فيها ناس نشطاء وشباب نشيط قادروا على هذه الهواية تحجيل الطيور المهاجرة يمر بعدة مراحل إذ يقوم المحجل بوضع حلقة معدنية حول ساق الطير تساعد على متابعة ورصد تاريخ حياته ومعرفة مسار الهجرة التي تسلكه الطيور وكل حلقة تحمل معلومات عن نوع الطائر وجنسه وحجمه ووزنه هو الحجل فيه المعلومات اللي توضح لنا الطير بعد اطلاقه وين يوصل أي مناطق في أفريقيا وتيني المعلومات إذا أحد مسكه وخذ المعلومات عليه يرسل علينا عن طريق الإيميل وضعنا الحجل مثل ما تشوفون فيه المعلومات أول ما نوضع الحجل نكتب رقم الحجل فيدون عندنا هنا ثم نزل عندنا في اللابتور طيور مختلفة أنواعها تحط رحلها في البحرين آتية من بلدان مختلفة فبعضها بهوية وفئة أخرى تأتي لتحمل الهوية البحرينية وتغادر لتقول للعالم بأنها مرت بأرض الحضارات خول الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر